من فرنسا إلى إسبانيا بعدما أصبحت إسبانيا ثاني بؤرة في العالم لتفشي فيروس كورونا وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 200 ألف إصابة مع تسجيل حوالي 21 ألف وفاة الزميل ليت بازاري يصل إلى عاصمة قليم كاتالونيا التي تخضع لقانون العزل الجماعي طبعا ملعب ريال مدريد سلم ليكون مستودع للمواد الطبية ماذا عن كام بنو؟ نشوف للمزيد ينضم إلينا من الزميل ليت بازاري الذي انتقل من مدريد إلى برشلونة يوم أمس يعني ليت كنت في مدريد اليوم وصلت إلى برشلونة كيف هو الوضع هناك وهل من جديد حول تطورات فيروس كورونا؟ صباح الخير مرور صباح الخير عادل آمل أن تمر هذه الفترة بالسلام وينتهي هذا الفيروس ويعيش العالم بأمان وطمأنينة بعد هذا هذه الأشياء والتداعيات التي تحصل بسبب فيروس كورونا هذه هي برشلونة وهذا هو شاطئها القاحل ففيروس كورونا مر من هنا آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في إسباليا تشير إلى 21.282 وفاة و2.478 إصابة ومعافاة 82.541 شخص منذ انتلاع الأزمة الشهر الماضي أما هنا في برشلونة وتحديدا في إقليم كتالونيا تبلغ عدد الإصابات 43.112 إصابة أما الوفيات فتبلغ 4.152 وفاة هذا صحيا أما في برشلونة يا عادريو مروى فمشاكل أخرى بدأت ترخي بظلالها على الإقليم أبرزها المشاكل السياحية والرياضية لمواجهة فيروس كورونا برشلونة يتخلى عن حقوق اسم الملعب الشهير كامبو نو للمرة الأولى في التاريخ إذ أعلن نادي برشلونة الإصبار يوم الأمس الثلاثاء تنازله عن حقوق ملكية اسم ملعبه الشهير كامبو نو للمرة الأولى في التاريخ ولمدة موسم واحد بهدف جمع الأموال في سبيل دعم المشاريع البحثية الجارية في إقليم كتالونيا والعالم والمتعلقة بفارس كورونا المستجد كما أفاد النادي في بيانه بأنه يقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع عدة مؤسسات من خلال عدة حملات التوعية بالإضافة إلى خدمة المرضى والتعامل مع شركات الأدوية واستيراد المواد الطبية ونشر نصائح الوقاية عبر الإنترنت وكذلك في الشوارع كما تبرع نادي برشلونة بـ 30 ألف كمامة لوزارة الصحة الإسبانية لمكافحة كورونا أما سياحيا عادل فلقد تم إلغاء خلينا أسألك سياحيا ليت ماذا عن رملا وكذلك شوارع برشلونة كيف بدت حينما وصلت برشلونة قدما من ريال مدريد أو من مدريد عفوا لأكون صادق معك عادل وصلنا بارح بالليل ملحنا نشوف الشوارع بس اللي شفناه بارح كان التقس ماطر هطول أمطار غزيرة ولكن صباح اليوم الشوارع هي مازالت فارغة كما تشاهد خلفي الشاطئ لا يوجد من يمشي على هذا الشاطئ بل ممنوع ومحظور على جميع سكان هذه المدينة الساحلية التي تعد أهم مدن إسبانيا سياحيا بعد مربية لا يوجد أحد فلقد تم إلغاء جميع الرحلات والحجوزات المقررة في الشهرين إبريل ومي الجهريين في برشلونة وذلك بعد انتشار طبعا فيروس كورونا في الإقليم بشكل كبير مما يؤثر على قطاع الساحة بأكمله إلا أن المدينة نفسها تعيش في ظروف قاهرة لا يستطيع سكان هذه المدينة حتى الآن التفهم ما يحدث خصوصا أن مدريد العاصمة عاصمة البلاد عاصمة إسبانيا تعاني أكثر بكثير وهم خائفون لدرجة أنه تخيلوا أن هنا لا يوجد حضر أكيد يوجد حضر جماعي ولكن يطبق طوعيا من الأشخاص لا أحد يخالف لا أحد يحاول الخروج إلى الشارع إلا عند الضرورة فهذا شيء جميل على كل حال إذا أخذنا الكاميرا شمالا سنشاهد هذه الشواطئ الخالية ونشاهد كذلك بعض السفن الماكثة في البحر ولا تستطيع الإبحار إن كانت تجاريا أو سياحيا ونشاهد أيضا الفنادق الخالية في آخر الصورة في عمق الصورة أمامي وهذا طبعا يؤثر كثيرا وهناك أتداعيات وهناك قد تكون مصائب في بعض الشركات التي ستفلس بسبب هذا الحضر وما يحدث في برشلونة طيب حلينا أسألك بما أنه أنت رحت مدريد ورحت برشلونة لو قرناهم ببعض كيفية تعامل يعني نسس القاطنين هناك سواء في مدريد أو في برشلونة مدى الالتزام بالعزل الجماعي وأيضا القيود هل هي واحدة في الشوارع قيود التحرك سواء كان في برشلونة أو في مدريد نعم نعم في العاصمة الإسبانية مدريد وفي عاصمة كتالونيا برشلونة القانون واحد فهذا بلد واحد ولكن تطبيق القانون هناك في مدريد يختلف عن هنا لماذا؟ لأن عدم الالتزام بالقانون تعرف المدن الكبرى صعب أن يكون الشخص في بيته لأشهر أو لأسابيع أو لأشهر ولا يتحرك فهذا قد يؤثر على الإنسان نفسيا ولذلك تم كسر الحضر وهناك قانون في إسبانيا لننسى أنه يختلف عن بقية بلدان العالم عدى المخالفات وعدى توقيف العزل الناس فإنه يوجد قانون توقيف الأشخاص التوقيف الاعتقال وهذا شيء نادر في بلد أوروبي كإسبانيا فهذا ما يحدث في مدريد ولكن هنا طوعيا ولذلك الناس نجد في شوارع برشلونة قليل من السيارات الشرطة التي تقوم بدوريات للتأكد من أن الجميع يحترم إذا أخذنا الكاميرا من هذه الجهة لا ما راح نقدر نأخذ ليت نحن انتهى وقتنا للأسف شكرا لك يعطيك العافية حطيتنا بكل هذه المعلومات وهذه الصورة إن شاء الله نكون معاك في الأيام القادمة يعطيك ألف عافية